موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أيها المتابعون الأوفياء الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن تصريحات المستشار في رئاسة الجمهورية المكلف بمناطق الذل حول متابعة الرئيس عبد المجيد تبون للإجراءات القائمة في هذه المناطق وأيضاً التطبيل والتزمير الذي راجى في هذه الأيام حول عضوية الجزائر في مجلس الأمن إبراهيم مراد مستشار في رئاسة الجمهورية صرح بالأمس تصريحاً قال فيه رئيس الجمهورية يصهر شخصياً على متابعة التكفل بمناطق الذل قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الذل إبراهيم مراد أنه تم تخصيص 32700 مشروع لـ 15400 منطق الذل عبر كارة ربع الوطن يقتلها ثمانية ملايين نسمة مشدداً على أن رئيس الجمهورية يصهر شخصياً على متابعة التكفل بين المناطق الذل كما يتم متابعة تقدم أشغال النهوض بهذه المناطق عبر تقنية تكنولوجية توفر آخر المعطيات وأكد السيد مراد في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الجمهورية يتابع شخصياً هذا المناطق والمطلوب من جميع المعنيين كما قال اندماج في هذه السياسة وبذل كل الجهود لتحقيق النتائج المرجوة عندما تابعت تعليقات التي نشرت في شبكات التواصل الاجتماعي على هذا الخبر أغلبية ساحقة من المتابعين تذكروا مرحلة بوتفليقة عندما كانوا يتحدثون عن بوتفليقة أنه ذكي أنه يمارس مهمه بصفة عادية وأنه عندما كان يتواجد في فالدوغراس وأيضاً في جناف وأيضاً في هنا في مناطق أخرى في عدة مستشفيات زارها وتواجد بها أنه كان يتابع صيرورة الدولة ويتابع مهمته بصفة عادية كل الجزائريين الذين علقوا على هذا أنا قلت أغلبيتهم الساحقة تذكروا هذا المشهد أنت الرئيس الجمهورية غائب الرئيس الجمهورية لما غادر يوم 10 جنفي 2021 قال استمعوا له أية المواطنات والمواطنون كما كان مبرمج منذ مجيئي من بداية شفاء ألمانيا كان مبرمج أن أعود لاستكمال بروتوكول الذي سطره الأساتي لا تبقى إلى شيء قصير ولكن بالضرورة يجب أن ننتهي وإلا نبيع قرار الشيء الذي ندر من قبل وممكن أن يكون هناك عملية بسيطة جراحية على الرجل مهم مدة الغياب إن شاء الله نتمناها وإن شاء الله تكون قصيرة جدا وحتى إلى غادرت لبلاد جسديين أنا متابعة يومية مع كل مسؤولين عملية بسيطة وسيغيب وغيابه لن يطول عملية بسيطة من يوم عشر لم يظهر عليه أي خبر ولا تكلموا عليه إلى غاية 19 جنفي 2020 عندما أعلنت أنا شخصيا عن خبر إجراء الرئيس العملية جراحية كان يوم 19 جنفي من خلال الفيديو الذي نشرته عبر وعبر القناة هذه من خلال الفيديو الذي تشاهدونه في الصور حيث قلت بالحرف الواحد آخر المعلومات التي وصلتنا أن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى عملية جراحية في قدمه وأن هذه العملية كانت صعبة ولكنها ناجحة على حسب ما وصلنا من المعلومات طبقا قضية اشتشافيه وتعافيه تخضع إلى عامل الزمن ليس بمقدورنا أن نقدر كم سيمكث الرئيس في ألمانيا رئاسة الجمهورية لم تحتمل خروج هذا الخبر فأوعزت لها جهات معينة يوم 20 جنفي 20 جنفي أن أعلنت في منشورها الذي يظهر على الشاشة أن الرئيس أجرى ذلك اليوم بالضبط يوم 20 عملية جراحية وأنا أعلنت عنها يوم 19 إذن المعلومة كانت خاطئة أو رئاسة الجمهورية حتى لا تخرج الأمور على السيطرة حاول تستغل الأمر كأنها هناك شففية يعني معناها رئيس الجمهورية يخرج من غرفة العمليات في ألمانيا الرئاسة تعلن عن هذا الخبر والرئاسة التي كذبت من قبل عدة مرات في قضية مرض الرئيس عجيب هذا المنطق اليوم 6 فيفري تقريبا 16 يوم 17 يوم منذ أن أجرى الرئيس عملية ولا جديد ولا خبر في صفحة رئاسة الجمهورية ولا بيان عن تطورات الوضع الصحي للرئيس الوزير بإطلاقه لهذه المعلومات وأن الرئيس يتابعه وأساء للرئيس هذا التصريح الذي صدر عن المستشار إبراهيم مراد إذا كان يقرأ على ثلاثة احتمالات إما أنه أوعز له من طرف جهة معينة أن يقول هذا الكلام حتى يظهر أن الرئيس ما زال يمارس مهمه وأنه يتابع كل كبيرة وصغيرة وكلمة مناطق الظل هي نوع من الغزل إلى مناطق محرومة وغلبية الجزائر الأكثرية فيها هي مناطق ذل الظل وليست حتى الظل مع وضع هذا المصطلح بين قوسين أو أنه حقيقة يتواصل مع الرئيس ترى لماذا لم نسمع يوما ولم أن الرئيس يتصل برئاس الجمهورية بيان من الرئاس الجمهورية أن الرئيس يمارس مهام ما هو اليوم المستشارين أو عقد اجتماع مع مستشاره كذا وتكلموا في هذه الأمور أو أن المستشار المكلف بمناطق الظل قدم تقرير حول الجهود التي بذلها في هذا المجال إلى رئيس الجمهورية أو أن الرئيس الجمهورية عقد اجتماع عبر فيديو كونفيرانس مع الحكومة أو مع الوزراء ولا شيء من هذا القبيل الرئيس جابوه كما قلنا من قبل جابوه فقط بيش يوقع لهم قانون المالية ويوقع لهم الدستور وقالوا له بالسلام أروح أجري العملية وقعد على روحك الآن قريب شهر نحن الآن يعني هو بشهر يوم عشرة واليوم ستة أربعة أيام رايح نكونوا على مدة شهر من غياب الرئيس ولا جديد رئيس غاب قبل شهرين تقريبا والآن قريب شهر معناها ثلاثة شهر غياب مدة حكمه منذ أدائه القسم يوم 19 ديسمبر 2019 معناها عنده 14 شهر تقريبا منها 11 شهر مارس مهام وثلاثة شهر غاية هذه هي الإشكلة الغريب الذي لفت انتباهي ونخليها عليها علامات استفهام أن صفحة وزارة الدفاع الوطني نشرت في أربعة فيذري على الساعة الرابعة وستة وثلاثين دقيقة بتوقيت الجزائر وأوروبا قالت تبقى للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 جنفي 2021 وباسم السيد الفريق رئيس أركاني الجيش الوطني الشعبي أشرف اللواء بن مدح محفوظ قائد القوات البحرية بالنيابة اليوم الخميس أربعة فيفر 2021 على مراسم تنصيب العميد بناط زين الدين قائدا للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية خلفا للعميد شعلال عبد العزيز أكيد أنه من يقرأ هذا الشيء الذي يلفت انتباهه تبقى للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 جنفي الرئيس غادر الجزائر يوم عشرة يوم عشرة غادر إلى ألمانيا المرسوم صدر يوم 11 معناها الرئيس وقع يوم 11 مرسوم رئاسي معناها الدلكاش معاه وقعها في ألمانيا أنا بحث في الجريدة الرسمية على هذا المرسوم ما وجدته ما أخفي هل كتبوا الجزائر حررة في الجزائر أو حررة في ألمانيا نتمنى للطلع على هذا المرسوم يظهره على كل حال خلي هذه علامة استفهام سنبحث فيها جيدا ونعرف ماذا حدث في هذا الموضوع كيف الرئيس وقع هذا المرسوم هو يتواجد في ألمانيا ولم تقل أي معلومات أن الرئيس يمارس مهمه ويصدر المرسيم وكذا 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 على كل حال نخليها إلى حين قلت أولا أعز له أو أنه بالفعل يتواصل مع الرئيس أو أنه مجرد شيطة من عنده حاب فقط على طريقة سلال وجماعة والرئيس ره يفكر بدماغه الرئيس ره دماغه كانوا يقولوا على أبو تفليق رأوا أفضل من أدبغة كل الناس أحيانا يجيبوا وزراء ويجيبوا حسين يجيبوا الأخذ الإبراهيمي أحيانا يجيبوا رشد الغنوشي أو جهة معينة ويلتق يقعد معه سجد قائق ويخرج وتحدث مع الرئيس وقال للرئيس وكذا وكذا مرة استقبل جون كيري وحاول يوقف وعملوا حدث يعني أنا أنا لو كنت في مكان رئيس الجمهورية هذا المستشار أصدر قرار بإقالته واش الدكت تقول في هذه الهضرة علاش الجزائريين الآن مشغولين ببلويهم أعتقد في فطرة معينة كانوا يسألون أين الرئيس الآن ما صاروا يسألوا ولا لهم أمر واقع حتى في شبكات تواصل الإجتماعي الآن يتكلموا غيرا على حراك 22 فيغري القادم ومظاهرات وكذا وكذا ولا أحد يتكلم عن الرئيس حتى أين الرئيس ما عادوش يطلقوها وهذه مش معنى أنهم ثاقوا في الدولة وأنهم على بالهم باللي يمارس مهامه ما عادش يهم هذا الحدث لم يعد هذا الحدث يهم الجزائريين شوفوا أوصلتوا الوضع شوفوا نوصل للحال الجزائر تمر بمرحلة صعبة على المستوى الاقتصادي الجزائر مهددة بالإفلاس وضع الاقتصادي والوضع التضخم وكل شيء لو تكون هناك خبراء اقتصاديين يتحدثون بصراحة للجزائريين لو وجدوا العجب العجب لا صدم الجزائر الناس بالملايين لا يجدون قوتة يومه الوضع الاجتماعي معقد إلى أبعد الحدود يجي هذا لحكيه على مناطق ذل الرئيس الرئيس يهتم بمناطق الذل هما يدركون أن مناطق الذل هذه مناطق الفقيرة هي الأكثرية في الجزائر وعندما يحاولون إظهار الرئيس أنه يهتم بهذا يحاولوا يكسبوا شعبية للرئيس في وسط هذه الجماهير الفقيرة ما هذه الاستراتيجية تجي تقول لي رأى الرئيسي تابع وريلي حنت يديك أظهر الإنجازات أظهر الإنجازات على أرض الواقع الدول التي تحترم نفسها رأي تقوم بالإنجازات وتخلي الإنجازات هي اللي تتكلم ما يجيش وزير فاشل أو مستشار لم يقدم ولم يؤخر شيء هدفه فقط الظهور الإعلامي والتسويق للرئيس والتسويق والشيطة للرئيس حتى يبقى في منصب أو ربما يرقى في مناصب أخرى ويجي يقول لك رأى نحق في إنجازات للجزائرين الغريبة ظاهرة التغني بالإنجازات ومحاولة إظهار أن هناك معجزة تحدث في عهد الرئيس تابع أن بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية قالت أن الاتحاد الأفريقي أكد خلال الدورة الثامنين والثلاثين لمجلسه التنفيذي المصادقة على ترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي لفطرة 2024-2025 وهبت الصحافة تتكلم كأن إنجاز لا نظير له ولكن أيضا حركوا جيوشهم الإلكترونية عبر مواقع التواصل محاولة إبراس أن هذه العضوية تعتبر إنجاز دبلوماسي كبير سيهدد عرش دول أخرى بل حاولوا يعتبروه حتى أنه زعزع للمغرب ودول أخرى هذا كلام فارغ مبالغة في شيء هو أصلا كأنه تقني أكثر مما هو شيء آخر أكثر مما هو إنجاز الجزائر نالت عضوية مجلس الأمن ثلاث مرات 68-69 88-89 2004-2005 يعني من عام 68-69 على مدة عام وأيضا في 88-89 ومن 2004 إلى 2005 2004-2005 في عهد بوتفليق هل هذا يعتبر إنجاز حقق للجزائر الكثير؟ عام 68-69 في فطرة ذهبية من عمر الجزائر في فطرة اللي كان رئيس هوري بومدين 88-89 في ذلك العام اللي عاشت فيه الجزائر ثورة 5 أكتوبر وفي 2004-2005 العام اللي دار فيه بوتفليقة مشروع المصالحة وكذا وكذا يعني كأنه من الذي تحقق بعد 2004-2005 للجزائر على المستوى الدبلوماسي حتى نعتبر أن هذا الإجراء لأكثر تقني سيكون حقق الكثير من المكاسب الدبلوماسية للدولة الجزائرية لا شيء يا جماعة لا شيء له إنجاز دبلوماسي للدبلوماسية الجزائرية ولاه إنجاز للجزائر المملكة العربية السعودية في 2013 رفضت العضوية هذه العضوية رفضتها احتجاجاً على عدة أمور تتعلق بمجلس الأمن نعم حيث في أكتوبر 2021-2013 أعلنت المملكة العربية السعودية رفضها شغل مقعد غير دائم من مقاعد مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة وذلك بعد ساعات من وقوع الاختيار عليها لتشغل المقعد للمرة الأولى في تاريخه وأعلنت الخارجية السعودية اعتذار المملكة عن قبول عضوية بسبب ازدواجية المعايير في المجلس وفشله خصوصاً بحسب الخارجية في حل القضية الفلسطينية والنزاع السوري وجعل الشرق الأوسط خالياً من أسلحة الضمار الشامل وذكر بيان رسمي للخارجية أن آليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب واعتبر البيان أن هذا الواقع أدى إلى استمرار اضطراب الأمن والسلم واتساع رقعة مظالم الشعوب واغتصاب الحقوق وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم لأول مرة ستنال هذه العضوية رفضتها واستمعتم إلى الأسباب التي قدمتها السعود هذه العضوية يا جماعة ليست إنجاز دبلوماسي هذه فيها دول رفضتها فيها دول لا ترشح نفسها لأنها أمور شكلية عضوية مجلس الأمن راه تقرره الخمسة الكبار ليتمتعوا بحق الفيتو أما تلك الأعضاء رهم مروا مرة الكرام ينالوا فقط شرف الجلسة الجلوس أو حتى إدارة اجتماع مثل ما يأتي بمنشط مثلا يقوم بتنشيط ندوة يحضرها شخصيات كبرى هل هذا الشخص أنه عنده قرار أو شيء من هذا القبيل؟ هذا تشبيه فقط بسيط لذلك نقول لكم أن هذا الأمر شكلي فقط لا داعي أن ننفخ فيه نحول إلى معجزة تضاف إلى الدبلوماسية الجزائرية الدبلوماسية الجزائرية لم تحقق أي إنجاز منذ فطرة طويلة هي فشلت في المشهد الليبي حتى المشهد الليبي الإنجاز الذي تحقق مؤخرا فيما يخص الحكومة وكذا تحقق عن طريق لا دور للجزائر فيه أين الدور الجزائر اللي قال عليها تبون من قبل في أول خطاب أداه بعدما أدى القسم الرئاسي وصع الرئيس للجمهورية قال بأن ليبيا لن يحدث شيء دون الجزائر والجزائر ستعود إلى الملف الليبي بقوة ماذا فعلت في ليبيا؟ ماذا فعلت الجزائر في ليبيا؟ ولا في نزاعات كثيرة في إفريقيا الجزائر غائبة تماما إذن ما تجي تحول لي هذا الإنجاز وتريد أن تخادع الجماهير الإنجازات الدبلوماسية أراه مش هكذا مش عضوية مؤقتة في مجلس الأمن دول ما حبتش وأنا أدرك تماما أن كثير من الدول ما أرادت أن تتقدم ولكن كثير من الدول اللي نالت هذه العضوية مصر خمس مرات نالت هذه العضوية العراق مرتين الأردن ثلاث مرات ليبيا مرتين فيها من 2008 و2009 في 2008 و2009 نالت هذه العضوية المغرب ثلاث مرات آخر مرة من 2012 إلى 2013 إذن ما نجي نتغني الإنجازات الحقيقية راه تظهر على أرض الواقع ما تظهرش في الشعارات ونفخ في أشياء وهمية البعض يحاول يعتبر أن هذه العضوية هي هزيمة للمغرب على مستوى الدبلوماسي ما جماعة يا جماعة ما هي هكذا الأمور تسير ما هكذا تحقق مكاسب دبلوماسية السفارات هي خردات سفارات الجزائرية خردات بمعنى الكلمة روحوا دوروا على السفارات وكانت تعرفوا سفارات الدول تجدها تقوم بأشياء من أجل تمرير سياسة البلاد وعطاء صورة صحيحة السفارات الجزائرية يا جماعة الخير والله أوكار الفساد وفقد إذن إخواني الكرام أن مثل هذه الأمور هي تسيء للدولة الجزائرية تسيء للبلاد تسيء لهذه الدولة التي لديها نزاعات إقليمية وهذه الدولة التي لكان لديها تأثير كبير في القارة الإفريقية عندما يتحول أو تتحول عضوية شكلية في مجلس الأمن إلى إنجاز دبلوماسي لا نظير له في هذه الحالة عليك أن تقرأ فاتحة الكتاب عن دبلوماسية الجزائرية التي حققت كثير كثير جدا من إنجازات كبرى في قضايا نزاعات حرب الإيرانية العراقية القضية الفلسطينية وأشياء كثيرة من الملفات لعبت فيها الجزائر دورا محورية أمر آخر أنه لما يأتي مسؤول والرئيس غائب الرئاسة لم تخبر الجزائريين بشيء عن هذا الأمر البعض يقول أنتم تحبوا نهار كامل الرئيس هما يوررون فيه في لايف عبشنا نعرفوا لا هذا رئيس جمهورية الشفافية تقتضي أن تقول للجزائريين ماذا حدث للرئيس بالضبط ما هي نوعية العملية تقولوا راه دار عملية في رجله أنا نقول لك بأنه تم بطر أصابع اليد وجي أخر يقول لك راه تم بطر الرجل مثلا وجي كل مفتوح ما هي هذه العملية لدارها الرئيس الرئيس أصيب بكورونا صبحت في عملية في رجله أشرحوها ما تخلوش الناس تلجأ إلى الأطباء المحللين حتى يعطوا صورة عملية في الرجل عملية بسيطة وأنا قلت عملية معقدة وناجحة رئاسة الجمهورية قالت عملية ناجحة تبون قال من قبل عملية بسيطة وتبون قال أنها في إطار تكملة البروتوكول والرئاسة من قبل قالت تبون أنها البروتوكول الصحي وما إلى ذلك من التخبط الذي لا يليق بدولة الدولة التي لا تستطيع أن تسير مرض رئيسها بطريقة واضحة وشفافة ومقنعة كيف ستحقق الإنجاز كبير كيف تروح لعضية مجلس الأمن تروح فطرة وتكملها فطرة تحق جلسات يحضرها وبعد ذلك يعود إلى بيته لن يؤثر شيء قرار في مجلس الأمن تتخذه القوى العظمى دول عندها حق الفيتو دول عندها تأثير أنا لما أعطيتك مثال السعودية رفضت هذا للأمر هذه دولة مؤثرة هذه العارفة بأنها رفضها إلى العضوية سيكون له تأثير أفضل من عضوية شكلية لا تقدم ولا تؤخر شيء إذن إخواني الكرام أقول أن التصريحات الآن اللي تأتي وتقول الرئيس راه يتابع مثل ما قالوا من قبل راه يدخل في حجر صحي وراه يمارس مهامه نقله العن نعجى قرر راه نقله العن نعجى بناء على توصية من الأطباء وراه بصفة عادية يمارس مهامه هذا كله كذب في الكذب والآن يجي مسؤول يقول رئيس الجمهورية راه يتابع شخصيا ملف مناطق الظل والكلام هذا الفاضي والفارغ اللي لا تسير به الدول الدول لا تسير بهذه الطريقة رئيس الجمهورية غائب راه في حالة نقاها في مستشفى رئيس الجمهورية لو كانت دولة دولة مؤسسات راه على الأقل عنده نائب رئيس راه عين واحد يقوم بمقامه لو كانت دستور جديد استحدثوا فيه منصب نائب الرئيس تم تعيين نائب رئيس أو انتخابه أو بأي طريقة تكون الآن غابروا كين نائب رئيس يمارس في مهامه يكلفوا منهار لولي يغادر للعلاج ما واحد يسأل عليه ما كان حتى شيء كين رئيس يمارس في مهامه كين نائب رئيس الجمهورية يمارس في مهامه رئيس وانتهى الأمر انتم حتى هذه المادة اللي فيها فايدة للنظام نحاوها وما داروهاش والآن أورا الرئيس يمارس مهامه كذا وكذا هظهروا الرئيس يخلي يطلع الرئيس وليد الكلمة الجزائرين يطمأنهم بعد العملية لماذا لم يظهر الرئيس هم يريدون ان يعيشوا الجزائريين في واحد الغموض ويحاولوا عن طريق جيوشهم الالكترونية انه غموض استخباراتك كبير وان الاستخبارات الجزائرية استطاعت ان تخبي الملف وطلع الرئيس ولا حد تطلع خلونا من الكلام المسخرة وكلام العفن هذا لما يقدم ما يؤخر شيئا الجزائر تسيء لنفسها بهذا النظام هذا النظام يسيء لنفسه أنا يا جماعة عندما تكلم بهذا المنطق أنا لست معارض سياسي أنا كاتب ومحلل عندما تأتي معطيات تبشر بخير في الجزائر سأقول خيرا وعندما تأتي معطيات سيئة راح نقول لكم ها هو المعطيات السيئة الآن لم نعد نستبشر خيرا فكل المعطيات التي يقدمها النظام هي معطيات بائسة تؤدي إلى طريق بائس وواقع لن يعود إلا بالسلب على واقع الجزائريين وأزمتهم ما هكذا تسير الأمور وما هكذا تكون الدول خاصة دول بمقام الدولة الجزائرية دولة الجزائرية اللي كانت إذا دخلت الجامعة العربية يهتز لها تهتز لها شدران الجامعة وفي المجلس الأمن والأمم المتحدة لديها صوتها وقيمتها الآن ما عندها حتى قيمة في الاتحاد المغرب العربي هذا الاتحاد الشكلي فضلا عن الجامعة العربية ونذكر من قبل حتى وزير خارجيتها تعرض إلى إهانة ميدلس يتعرض إلى إهانة داخل الجامعة العربية ولم ينفذ الغبار على وجهه أجي الآن تقول له راه الرئيس راه يمارس في مهام وكذا والله يضحك عليكم أمم الأرض فقط بهذه السياسة البائسة عضوية مجلس الأمن لا تقدم ولا تؤخر شيئا في واقع الجزائريين ولا في تأثيرها الدبلوماسية الدول المؤثرة الدبلوماسية هي الدول القوية بمؤسساتها داخلية الجزائر دولة هشة وواقع بائس والسبب أن النظام يفكر بطريقة عسكرة الممارسة السياسية وهؤلاء العسكر الذين يتدخل وزجوا بالمؤسسة العسكرية في المشهد السياسي بهذه الطريقة البائسة الآن رغم أنه في العام الماضي في 2019 عندما دخلت المؤسسة العسكرية على الخط دخلت بطريقة مشرفة بطريقة أشادة بها دول العالم في ظل حراك شعبي سلمي تاريخي أيضا ولكن الآن الجزائر مقبلة على انفجار حقيقي والممارسات هذه هي اللي تزيد في حقين الأوضاع على الرئيس إذا كان فيه ذرة من الوطنية وحب للبلد وبالفعل هو صاحب القرار أنه يقيل الحكومة يقيل المسؤولين يضع الرجل المناسب في المكان المناسب أما هذه الأشكال البائسة التي والله تتفنن فقط في الشيتة لإرضاء الرئيس على حساب شعب يعاني الأمرين في ظل وباء وجائحة عالمية ستذر بالجزائر والجزائريين كثيرا وستساعد دعاة المحفتنا ودعاة الفوضى الهلاكة والأيام بيننا سجاب أيها الرئيس يا مسؤولي الجزائر نحن لم نعبث عندما نقرأ أجراس الخطر في هذه الفطرة ولسنا نتآمر على الجزائر كما تدعون بل ننبهكم وإن كنا على يقين أنكم لا تهتمون إلا بما تمليه عليكم أدمغتكم أو أدمغت الشياتين الذين يزركشون لكم كل شيء فقط من أجل أن يحافظوا على ريعهم ومنافعهم وعكي تخلى الجزائر ما وراء الحدود مفتوح له هذا ما أردت أن أقوله في هذه المداخلة التي ما زال فيها بلا أدنى شكل كثير ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر